وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار 20 ألف رجل آمن انطلقت الانتخابات البلدية والمجالس المحلية اللامركزية في أرجاء المملكة الأردنية يحق لأربعة ملايين ومئة ألف أردني التصويت في هذه الانتخابات لاختيار ممثليهم في شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية والشراكة في الحكم المحلي هذه الانتخابات تعني ديمقراطية وتفويض الصلاحيات الإدارية والتنموية إلى أبناء المجتمع الأردني من خلال تمكينهم من اختيار من يمثلهم هي المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات اللامركزية في تاريخ انتخابات الأردن ينتج عنها استحداث مجالس المحافظات ويناط إليها جزء من صلاحيات الحكومة المركزية فيما يتعلق بأمور التنمية والتغطيط والاستثمار في الماضي القريب وما زلنا نسبيا نشعر أن الحصة المفترضة من العملية التنموية في معظمها تذهب إلى العاصمة إلى المركز بينما تعاني الأطراف من التهميش وهذا التهميش لك أن تتخيل ما الذي يمكن أن يعكسه على المجتمعات المحلية هناك من حيث الأمن من حيث الاستقرار من حيث معدلات البطالة غلة فرص العمل هذه الانتخابات يراقبها مركز حقوق الإنسان الوطني من خلال نشر مراقبين ميدانيين في كافة مراكز الاقتراع حيث يقدم تقاريره لحظة بلحظة حول ما يجري بالإضافة لتقييم شامل للعملية الانتخابية الانتخابات هي تشهد المملكة في موضوع قانون اللامركزية والبلديات والتزامنهم مع بعض وحجم المشاركة بالنسبة للناخبين هذه كلها تقاعدين نأخذهم بين الاحتبار رعينا برضو بتقسيم المراقبين هذه الناحية وقمنا أيضا بتدريبهم على آلية المراقب لأن هذا النظام التخبي جديد من أمام أحد مراكز الاقتراع التقينا بإحدى المرشحات عن منطقة جبل عمان والتي تحدثت عن برنامجها المستقبلي لازم عمان تتوسع تصير توسحها أفقي تطلع برها شوي يعني ما بيصير كل شيء مركزي داخل في أمانة عمان يتنافس في صناديق الاقتراع 6600 مرشح ومرشح لـ 209 مقاعد للمجالس البلدية وعلى 380 مقعد لمجالس المحافظات تأتي هذه الانتخابات في ظل محيط قليمي ملتهب وثورات تطالبوا بالدموقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرارات فنجاح هذه التجربة يشكل تحديا لدى الحكومة والمواطن على حد سوى هاني موعد أوريانت نيوز عمان